موسيقى 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 شهادة المسيح لصلبه أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح هذا هو حديثنا في هذه الحلقة شهادة المسيح لصلبه وهذه المناسبة ولسيما في هذا الشهر نتذكر آلام وموت وقيامة وظهور ربنا يسوع المسيح فبحب أهن جميع المسيحيين سواء في التقويم الغربي أو الشرقي كل عام وأنتم بألف خير الشهادات التي تشهد عن صلب يسوع المسيح لا تعد ولا تحصى فمعظم صفحات الكتاب المقدس ولسيما في العهد الجديد تشهد لصلب المسيح وصعب أنك تقرأ العهد الجديد بدون ما تمر صفحة أو التانية إلا بشكل أو بآخر تتكلم عن صلب يسوع المسيح عدا عن الشهادات الكثيرة منها شهادة النبوات وهذه الشهادة مهمة جدا 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 نبوات العهد القديم التي تنبأت عن صلب المسيح بالتطقيق بالتفصيل ولا أقصد التكهن أو التخمين ولكن بتفاصيل دقيقة جدا حتى كانت النبوات عن التوقيت لصلب وموت يسوع المسيح وهذا موضوع تاني ممكن نتناوله مرة أخرى ثم شهادة الرموز في العهد القديم أو في العهد الجديد ترى رموز كثيرة التي تتكلم عن صلب وموت يسوع المسيح ثم شهادة الكنيسة الأولى الكنيسة الأولى قامت على أساس مهم جدا على أساس قيامة يسوع المسيح بعد تتميم خطة الفداء أي صلبه وموته وقيامته أيضا فالكنيسة كانت تشهد وكانت تضطهد من أجل هذه الرسالة ثم شهادة التلمود اليهودي وليس كل الشهادات شهادات إيجابية ولكن الشهادات تتكلم عن صلب واحد اسمه يسوع المسيح ثم ماذا عن شهادة المؤرخين المؤرخين من الأعداء ومن الأصدقاء أيضا أخوتي وأخواتي إن إنكار حقيقة صلب المسيح كما لو أراد شخص أن ينكر وجود الشمس المسيح لم يشك لحظة واحدة أنه قد جاء ليموت وبالحقيقة عندما نتكلم عن سر التجسد أن المسيح جاء بالجسد كل الغرض هو أن يقدم الفداء الكامل مع أن شخصية المسيح فريدة بكل معنى الكلمة لا يوجد له أي مثيل فهو واحد من نوع إذا تحدثنا عن معجزاته معجزاته خارقة جدا لم يفعلها أحد يكفي أن نقول حيث وجد يسوع وجدت المعجزة أي أنه بسلطان كلمته كان يجري المعجزات إذا تكلمنا عن تعليم المسيح الفريدة فتعليم المسيح تسمو على كل تعليم هذا الوجود كل العلماء كل الحكماء تفوقت على الحكماء الشرقيون وعلى أيضا الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون فتعليم المسيح فريدة متميزة جدا وكانت أيضا لخير البشرية ثم إذا تكلمنا عن حياة يسوع المسيح الأخلاقية فلا توجد فيه أي خطية فالمسيح كامل بكل معنى الكلمة ومن أجل هذا إذا المسيح الطاهر اتنبأ وتكلم عن صلبه فإنكار الصلب كأنك تنكر وجود الشمس في السماء لم يشك لحظة واحدة أن المسيح أنه جاء من أجل هذا الغرض كان المسيح متيقن من هويته ومن هدف إرساليته بل رسالته أيضا كان متأكد ومتيقن بل تكلم مرارا وتكرارا عن الهدف وسبب مجيءه هذا الهدف هو أن يذهب إلى أرشليم يتألم ويصلب ويموت ويقوم في اليوم الثالث سأعود إخوتي وأخواتي لكي أتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا خلينا ندخل في الحلقة شهادة يسوع المسيح لصلبو وطبعا يعني إذا المسيح تكلم عن صلبو فهو ذهب إلى أورشليم لهذا الغرض خلينا أستعرض من خلال حديث في هذه الحلقة عن آيات كثيرة وحتى لو لم أشرح هذه الآيات لكنها تتحدث عن نفسها بل تفسر نفسها أيضا خليني في البداية أقول كان المسيح متأكدا أنه خرج من عند الآب طبعا بكلامه وبأفعاله أيضا في يحنى 16 الآية 27 والآية 28 صلب وقيامة المسيح ليس هو مجد نهاية حياة شخص على الأرض ولم تكن مجرد استشهاد كشخص مظلوم بل هو أمر محتوما منذ الأزل ومعروفا سابقا قبل تأسيس العالم اسمع ما يقول رسول بوتروس الأولى في الإصحاح الأول من آية طبعا 19 بقول لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح اسمع دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن أظهر في الأزمنة الأخيرة وفي سفر أعمال الرسل نقرأ في الإصحاح الثاني والآية 23 نفس الرسول يقول بوتروس هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه يعني اللي فعلوه اليهود والرومان عوز يقول بكل بساطة إنه كانت بمشورة الله المحتومة ولا بد أن يتم المكتوب الرب يسوع المسيح كان يسميها الساعة من بداية الإصحاح الثاني في يحنى 2 لم تأتي ساعة بعد ثم يقول في يحنى 12 بتقرأ عنها في آية 23 لـ 30 قد أتت الساعة قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمد فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير كان يتكلم عن الساعة وطبعا بتشوف في يحنى 16 ويحنى 17 أيها الآب قد أتت الساعة لقد كان يسوع يعلم يعلم مكان الصلب في أرشاليم وخارج الأسوار كان يعلم توقيت الدقيق للصلب ليلة الفصح ولم يمت إلا في الوقت المعين عندما أكمل كل شيء على الصليب بل كل الغرض من مجيئه هو الموت على الصليب بيتكلم بتفاصيل ودقة تامة بل تتعجب من صحة المكتوب خلينا أحباء نستعرض من خلال كلمة الله وبعض يعني من الآيات مثلا في بداية العهد الجديد نشوف رسالة الملاك رسالة الملاك مكتوبة يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم فعم ببشر مريم وببشر يوسف أن ولادة يسوع والغرض من الولادي هو الخلاص يخلص الناس من الخطايا أو كما كتب الرسول بولوس في رسالته إلى كنيسة الغلاطية الإصحاح الرابع والآية أربعة وخمسة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني فبيتكلم عن الغرض الخلاص والفداء أيضا بل حتى سمعان الشيخ اللي كان بينتظر موعد الخلاص قال هذه العبارة لأن عيني قد أبصرطا خلاصك وتكلم بنبوي للمطوبة القديسة مريم العذراء قال لها سيجوز في نفسك سيف في لوقى الإصحاح الثاني ثم حن بنت فنؤيل اللي كانت ما تفارق الهيكل اتكلمت عن المنتظرين فداء أورشاليم فإذا واضح من هذه الآيات أنه كله عن بتم بمخطط إلهي بخطة محكمة منسجمة لابد أن تتم ثم ماذا عن يحنى المعمدان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم بيتكلم عن فداء وموت يسوع المسيح وخطة الخلاص ثم من استعرض أحباء الكلام يسوع يسوع عندما كان في قيصرية فليبوس سأل التلميذ من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان أجابوا وقالوا إليا إرميا واحد من الأنبياء وهكذا كانت أجوبة كثيرة ولكن وجه المسيح كلامه للتلميذ وأنتم من تقولون إني أنا أجاب بطرس وقال له أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوب لك يا سمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن يعني إرادة أبي مشيئة أبي وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبن كنيسة وأبواب الجحيم لن تقو عليها وأعطيك مفاتيح الملكوت بعد هذا الاعتراف اعتراف بطرس بيسوع المسيح أنه ابن الله أي المخلص المسيح يعترف بأهمية بطرس وهذا الكلام كان في بنياس في قيصرية فليبوس في الجليل الأعلى عند سوريا حدود سوريا مكتوب بنفس الإصحاح من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم التالت يقوم تخيل هذه التفاصيل الدقيقة اللي يسوع المسيح بيتكلم عنها بطرس اللي كان إعلانه من الآب السماوي والآن يتغير هذا الإعلان فأخذ يسوع جانبا وابتدأ ينتهر تخيل يسوع فقال له يسوع قال لبطرس يعني اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي فتخيل أنه المسيح يسمي بطرس اذهب عني يا شيطان يعني المشورة اللي تكلم فيها ومن خلالها بطرس هي مشورة شيطانية بمجرد أنه حاول أنه يمنع المسيح أن يذهب إلى أورشليم ليصلب هناك فإنكار الصلب قال المسيح لبطرس اذهب عني يا شيطان ثم على جبل التجلي حين تغيرت هيئة المسيح ورأوا قبس من مجد يسوع المسيح ونرى شخصيتين عظيمتين ظهرا مع يسوع اللي هو موسى وإليا موسى يمثل الشريعة وإليا يمثل الأنبياء وكان كلامهم عن خروجه طبعا بيتكلم عن موت المسيح في أورشليم تعرفوا جاء الفرسيون مرة وبيكلموا يسوع يعني عاوزين يرعبوه ويخوفوه بقولوله أنه هيرودوس المقصود هيرودوس أنتباس يريد أن يقتلك اسمع كلام وجواب يسوع المسيح اذهبا واخبرا هذا التعلب بيتكلم عن هيرودوس ثم أكمل حديثه قال لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم بشارة لوقة إصحاح 13 ثم أحبائي قال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف وفي نفس الإصحاح يقول وأضع وأنا أضع نفسي عن الخراف ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه وفعلا بدل نفسه من أجل أحبائه ثم أحبائي قول يسوع المسيح لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين في متى عشرين ومرقص عشرة آية خمس وأربعين فإذن بيتكلم عن الغرض أنه جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين ثم عدة مرات تكررت هذه الآية التي سأقرأها على ما سمعكم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وبيتكلم بالتفصيل وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان في متى عشرين بيتكلم بالتفصيل أنه سيسلم إلى رؤساء الكهنة ويتألم ويصلب ويموت ويقوم في اليوم التالي في في لوقة 18 مكتوب يعني سيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان ثم الرب يسوع نفسه قال وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع مشيرا إلى أي تميتة كان مزمعا أن يموت يحن إصحاح 12 والآية 32 والآية 33 فتخيل أنه يسوع المسيح عم بيتكلم بالتفاصيل أنه كل الغرض لمجيئه أنه جاء ليموت وأتعجب من الذين يستخدمون الكتاب المقدس ليثبته أنه المسيح لم يصلب طبعا لربما يكون فيه اختلافات ولكن أنا أحترم الشخص الذي يقول أنا لا أؤمن بالصلب لأنه كتاب يقول فكري يقول ولكن تستخدم الكتاب المقدس حتى تثبت أنه ما تصلب طبعا كشخص يناطح الجبل ثم أحباء مكتوب أيضا وحين تمت الأيام لارتفاعه لاحظ الكلام هاي آي كتير كتير مهم ثبت وجهه لينطلق إلى أور شليم يعني هو مش يعني عدة مرات طعام أن أعمل مشيئة الذي أرسلني مع أنه كان يصارع كإنسان في هذا الموضوع ولكن قال لتكن لا مشيئة بل مشيئت وكان كل الفكرة أنه ثبت خلاص يعني لا رجوع أنه جاء حتى يموت في أور شليم ثبت وجهه لينطلق إلى أور شليم في لوق الإصحاح التاسع والآية 51 مكتوب عن يسوع وأما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم لاحظ إلى الآب وأنه لاحظ الكلام وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي شف الدقة والتعبير بهذا الكلام بل أكثر من هذا يسوع عرف مسلم في يحن ست سبعة قال أليس أن اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان قال هذا عن يهود سمعان الإسخريوط لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه بل حتى في العشاء الأخير قال ما أنت تعمله بيكلم يهود عندما دخلوا الشطان بعد اللقمة ما أنت تعمله فعمله بأكثر سرعة يحن 13 آية 27 وعدة مرات مكتوب فطلبوا أن يمسكوه ولم يلقي أحد يدا عليه لأن لاحظ الكلام مرة تانية نفس الثيم لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد في يحن 7 آية 30 مرة تانية ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد يحن 8 آية 20 ثم قال ومتى رفعتم ابن الإنسان فحين إذن بيتكلم عن الصلب رفعتم ابن الإنسان فحين إذن تفهمون إني أنا هو يحن 8 مقتبسا آيات من النبي الشعياء عن نفسه أنا هو يعني أنا يهو أنا الله ثم قال لأني خرجت من قبل الله وأتيت في يحن 8 آية 42 40 أحبائي سأواصل حديثي ولكن إذا عندك سؤال أو يستفسر يمكنك التواصل معنا سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً حبائنا مشاهدينا أستكمل حديثي عن شهادة المسيح لصلبه يعني ما أقصد في هذا الكلام أن يسوع من خلال كلامه من خلال نبواته من خلال الرموز اللي راح أتكلم عنها بعد قليل كلها إشارات أنه جاء لكي يموت وحاول مراراً وتكراراً أن يفهم هذا الموضوع حتى التلميذ لم يستطيع أن يفهموا كلام يسوع وهو بعد على الأرض فمن أجل هذا بمناسبات عديدة وفي ظروف كثيرة اتكلم المسيح عن صلبه ومثل ما ذكرت استحالة أنك تقرأ الإنجيل العهد الجديد بدون ما تمر في صفحات وصفحات وصفحات كثيرة اللي فيها الكلام عن صلب عن فداء عن موت عن خلاص الرب يسوع المسيح بعض الرموز اللي تكلم فيها يسوع فمثلاً اليهود دايماً بيحبوا يعني آية بدهم آية فالمسيح صدمهم في شيء قال انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام طبعاً لأنه تفكيرهم تفكير أرض قالوا له يعني وما زال البناء لم يتم في أيام المسيح لم يستكمل المقصود مع أنه كان أجمل بناء في العالم هيكل اليهود فقالوا في ستة وأربعين سنة ففكرهم أنه يعني كيف ممكن أنه يهدم الهيكل وأنه يبنيه في ثلاثة أيام ولكن المسيح كان بيتكلم عن جسد نفسه ولاحظ أنه هذا الكلام استخدموه كتهمة ضد الرب يسوع المسيح وهو على الصليب يا ناقد الهيكل وبانيه تخيل مع أنه المسيح قصد أنقضوا هذا الهيكل يعني أقتلوا هذا الجسد وفي ثلاثة أيام سيقوم هذا الجسد ثم آية تانية يعني بسبب عدم إيمان اليهود وقال لطعط لهم آية إلا آية ينان رغم كل الآيات اللي عملها يسوع ورغم كل الأمور الخارقة والعجيبة اللي شفوها من يسوع ولكنه قال لطعط لهم آية إلا آية ينان شوي آية ينان بيتكلم عن قصة ينان إنه كما كان ينان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هكذا أيضا ابن الإنسان فبيتكلم بشكل واضح عن موته وقيامته أيضا في اليوم التالت ثم أحبائي في إنجيل يوحنة الإصحاح الثالث يسوع بيستخدم رمز مهم جدا من العهد القديم وبسبب يعني بسبب خيانة الشعب وبسبب تمرد وتذمر الشعب في العهد القديم في سفر العدد الرب أرسل حيات محرقة سامة يعني وكانت تلدغ الناس وكانت تموت وبعدين طلبوا من موسى يعني يتوسل الله يتشفع حتى ينقذهم من هذه الورطة فالله طلب من موسى إنه يصنع آية أو راية من حية نحاسية ويقول الكتاب المقدس كل من نظر إلى هذه الحية يحية يعني كل شخص لدغته الحية وبإيمان نظر إلى الحية النحاسية كان يشفى بل كان يحية أيضا فالمسيح استخدم هذه الحادثة لنيقوديموس اللي كان فاهم رموز العهد القديم قال له في آية 14 من يحنى 3 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليهلك العالم بل ليخلص به العالم فإذن المسيح استخدم هذا الرمز المعروف في العهد القديم وبيتكلم عن نفسه أنه سيرتفع فوق خشبة الصليب والصليب هو كان رمز عار والصليب كانت وسيلة إعدام والصليب كان وسيلة قتل استخدمها الرمان بشكل متطور لكي يتألم المحكوم عليه أكبر عدد ممكن من الساعات ولكي يكون عبرة لمن اعتبره ولكن المسيح استخدم هذه الآية لكي يتكلم عن الشفاء وعن الخلاص أنه كل من نظر بالإيمان ليسوع المسيح ألم يقل النبي إشعياء التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض لأني أنا الله وليس آخر مكتوب في مزمور 34 نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل مكتوب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكملة يسوع انظر إلى رئيس الإيمان انظر إلى رئيس الخلاص انظر إلى رئيس الحياة التفت إليه وبالتفاته عندما تقول ارحمني خلصني لابد أن تنال الخلاص الكامل انطلبته بالإيمان فطبعا المسيح عم بيستخدم في إنجيل يحنى تعابير اللي كانت مفهومة لليهود حتى يوضح فكرة الصلب والقيامة أيضا خلينا نيجي لشيء آخر في إنجيل يحنى الإصحاح السادس والآية 51 وهذه آية مهمة جدا احنا قلنا قال يسوع انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف انا اضع نفسه بقول الرب يسوع وهون يقول الرب انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياة للعالم مرة تانية والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياة العالم وهل يوجد يعني وضوح اكثر من هكذا اللي بيتكلم انه الخبز الحي الواهب حياة للعالم ان جسده بذله من اجل حياة العالم ثم بنيجي لرمز اخر اتكلم عنه في انجيل يحنى وذكرتها انا بس بكررها مرة تانية حبة الحنطة الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير يحنى صحح 12 والآية 24 تذكروا الحادثة مريم عندما جاءت بعطر الناردين لتدهن وتمسح يسوع واعترض التلاميذ على هذا الموضوع قال يسوع اتركوها انها ليوم تكفيني قد حافظته يا على التفاصيل الدقيقة والكلام قبل موته انت بتلاحظ كل هذه الايات كلها قبل موت يسوع المسيح انها ليوم تكفيني قد حافظته يحنى صحح 12 والآية 7 بتشوف نفس العبارة متى 26 ايضا بيتكلم يسوع المسيح عن مثل الكرم وطبعا في مثل الكرم بيتكلم اخيرا يرسل ابنه وقالوا هلما نقتل الوارث بيتكلم عن موته وهذا كان مفهوم بحسب لفكر اليهود فكان بيتكلم لناس في الوقت المعاصر في ايامه اللي كانوا بيفهموا بالزبط بالزبط شو كان يقصد يسوع المسيح ثم احبائي في انجيل متى صحح 26 والآية الاولى والاثنين مكتوب تعلمون انه بعد يومين الفصح يعني وصل تقريبا للنهاية شوف التسلسل في الاعلان الالهي والاعلان الكتابي تعلمون لانه كان مخبرهم عدة مرات عن موته تعلمون انه بعد يومين الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب في لوقت 22 آية 37 مكتوب انه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب واحصي مع اثمة وهي طبعا مأخوذة من اشعياء 53 آية 12 واشعياء اتنبأ عن هذا الموضوع اكثر من 700 سنة قبل صلب يسوع المسيح وهذا اندل على شيء بدل ان الله ساهر على كلمته ليجريها وانه كل ما هو مكتوب هو موح به من الله واعلان الهي وانه لابد ان يتم المكتوب لاحظ معي كلام يسوع في يحنى 10 آية 17 وآية 18 باختصرها لي سلطان ام اضعها قال يسوع لي سلطان ام اضعها ولي سلطان ام اخذها ايضا يعني ما فيه اي قوة في هذا العالم تستطيع ان تهلك يسوع المسيح هو هو الذي قال لي سلطان ام اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا في يحنى 19 آية 10 و11 فقال له بلاطوس اما تكلمني الست تعلم ان لي سلطانا ان اصلبك وسلطانا ان اطلقك اجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان البت لو لم تكن قد اعطيت من فوق يسوع عم بكلم الحاكم الوالي بلاطوس اللي بعد قليل رح يصلبه عم بكلمه ان انت ملكاش اي سلطان انا اللي عندي السلطان مكتوب ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا من قبل يعني في يحنى 12 الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت وهذه الاية في يحنى 18 ثم حبائي ماذا عن نبوة قيافة يسوع المسيح اقام العازر من الموت بعد اربعة ايام والعالم كله مشي وراء يسوع ويؤمن بيسوع لدرجة انه مجمع السنهادرين اللي هو اعلى مجمع التشريعي مجمع التشريعي لليهود سبعين عضو مع رئيس الكهنة 71 وطبعا عمل جلسة طارقة قيافة شو هي الجلسة الطارقة اللي عملها قيافة يعني قال يعني خير ان يموت واحد عن ان تهلك الامة كلها كان طبعا بفكر تفكير سياسي لقال يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا يعني آمنوا لانه شافوا العازر وحاولوا يتخلصوا كمان من العازر وشو كانت الاشكال انه العالم رح يؤمن به يؤمن بيسوع فالافضل خلينا نتخلص منه حتى لا تهلك كل الامة وبالحقيقة الكتاب المقدس اعتبرها نبوة لانه يتكلم عن موت يسوع ليجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد مش بس يوحد اصباط اسرائيل ولكن يجمع ابناء الله المتفرقين ويأتي ايضا من حظائر اخرى ليكونوا رعية واحدة معراع واحد هل توجد دلائل ووضوح اكثر من هذا اخوتي واخواتي المشاهدين طبعا في العشاء الاخير بيتكلم يسوع لانكم كلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجي في العشاء الرباني ثم فريضة المعمودية بيتكلم بولوس الرسول دفن معه ايضا في المعمودية فيها موت وفيها قيام لنسلك في الحياة الجديدة وكل هذه الامور احبائي واضحة جدا من خلال هذه الرموز اللي تكلم عنها الرب يسوع له كل المجد دعوني اخد مكالمة في هذا الوقت من الياس اهلا وسهلا اخ الياس من لبنان تفضل اخ الياس اتماعنا على الهوى سلام المسيح عسيس نزار ربي باركك بارك خدمتك بحييك وبحيي الاخو المستمعين كلهم يلا عم بيسمعونا و ربي يكون معكم ويباركك ويباركك اخ الياس شكرا انا بيوم الايام وانا عم بقرأ الكتاب المقدس كنت عم بقرأ مزمور 22 وقفت قدام ها المزمور بشكل كتير تأثرت انه هايدا شاهد عيان عم بيشهد عن عملية صلب ربي يسوع المسيح بكل تفاصيل بكل ما ترك تفاصيل ما ذكره والشي العظيم اللي لقيته انه المزمور المزمور انكتب تقريبا الف سنة قبل عملية الصلب وقت اللي الصلب ما كان معروف لأن الصلب كان عملية اعدام رومانية وما كان معروف بوقت يعني عادي عادي نبوءة كتير قوية غير ال 360 نبوءة الموجودة بالعهد القديم بس كمان في ملاحظة صغيرة بدي اذكرها انه بالقرآن بيذكر عن ابراهيم وات اللي طلب منه يتبح ابنه الشيء اللي قاله مذكور انه وفديناه بذبح عظيم يعني الفداء الانسان هل هو الذبح العظيم طيب انا اذا كانت غني وعندي قطيع غنم بتبحهم تكفر عن خطيائي يعني هاي دي علامة استفهام كبيرة بحطها وبعدنا غير النبوءات منا نبوءة نفسه ابراهيم عنا بالكتاب المؤدس وقت يلي رحوا وصحاق ومشوا ثلاثة ايام وابنه وصحاق يقول له طيب هاي دا الحطب وهاي دي النارة وين البيعة قال له الله رح يدبر وقال له دبعك المخطط الرب كامل مخطط الله من البداية لخلاص الانسان كامل 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 ونحنا بنشكر الرب انه نحنا مفديين ونشكر الرب انه هو معنا وهو يلي عم حضرنا مش بس عملية الفداء عم بيجهزنا للحياة الابدية وهي دي نعمة كبيرة وانا بتشكلك كتير أسيس على الرسالة اليوم ربنا يباركك يا أخي الياس وشكرا جزيلا إلك وعلى كلماتك المشجعة وعلى الحق الكتابي اللي ذكرته يعني الأخ الياس ذكر مزمور 22 بيتكلم بالتفصيل وطبعا ذكرت شعياء 53 مزمور 22 ألف سنة قبل الصلب إشعياء 700 سنة قبل الصلب كمون يعني أي شخص يعني أيعقل أنه كل هذه النبوات وطبعا نبوات ونبوات ونبوات على فكرة جرب تقرأ مزمور 22 وإشعياء 53 حتى تتوضح هذه الصورة أحبائي احنا اتكلمت من طفولة أو من بداية يعني كلام الملاك لمريم ويوسف أن المسيح هو المخلص لرسائل مثل سمعان ومثل حني ومثل يحنى المعمدان وبتشوف أنه يسوع المسيح بالتفصيل بالتطقيق بداءة من قيصرية فليبوس تكلم عن الغرض اللي جاء من أجله أنه رح يروح لأورشاليم وهناك يموت لدرجة أنه اعترض الرسول بطرس على كلام يسوع وكان جواب يسوع بدون أي مسايرة اذهب عني يا شيطان ومنشوف أنه الأمر بيتكرر يسوع كان بيسميها الساعة لم تأتي ساعة ثم ثم أتت الساعة وبيتكلم برموز وإحنا تكلمنا عن بعض هذه الرموز حتى وصول المسيح العلية العشاء الأخير برضو عم يتكلم عن الغرض وإنه رح يروح لبستان جاتسماني ثم نأتي إلى بستان جاتسماني كلمة جاتسماني جاتش منيم في اللغة العبرية معصرة زيت يسمى بستان النزاع بستان الجهاد بستان الصراع حيث كان يصارع المسيح لأن آدم في البستان الأول اتهزم ويسمى الفردوس المفقود ولكن في هذا البستان يسمى الفردوس المردود لأن المسيح انتصر من أجلك ومن أجله ولكنه كان يصارع حتى العرق نزل قطرات دم وقال للآب إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني لاحظ كلام يسوع فخرج يسوع وهو عالم بكل عالم بكل ما يأتي عليه يحنى 18 آية 4 وعندما جاء يهود الإسخريوت مع الحرس الهيكل والجيش الروماني وطبعا يعني قال الرب يسوع يعني إذا كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمد علي الأياد ولكن لاحظ الكلام ولكن هذه ساعتكم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة لوق آية 22 53 خرجوا بقول كأنه على لسط بصيوف وعصي وبعدين قال هذه العبارة ألا أستطيع أن أطلب من أبي 12 جيشا يعني الجيوش من الملائكة وإلا كيف يتم المكتوب لدرجة حتى واحد من تلميذ المثيح اللي هو بطرس مسك الخنجر السكين وضرب عبد رئيس الكهنة وقطع أذنه والرب يسوع وبخ بطرس قال رد سيفك إلى غمدي لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يأخذون أو بالسيف يهلكون في يحنى 18 فإذن حتى في البستان المسيح صنع معجزة ورد أذن عبد رئيس الكهنة ملخص وبخ بطرس لأنه استخدم العنف استخدم السيف لأنه جاء المسيح ليسلم ولكي يموت وإذا قرأنا عن المحاكمة الدينية والمحاكمة السياسية سواء أمام مجمع السنهدرين أمام قيافة وحنان أو أمام بلاطوس تكتشف تستشف أنه عدة مرات المسيح بوجه ثابت بدون أي تزعزع بثبات وهدوء كامل جاء ليتمم هذه الساعة بل الأكثر أحبائي وهو على الصليب أو دع أمه ليحنى لأنه عارف أنه رايح يموت على الصليب لاحظ اسمع كلمات يسوع قال للص التائب اليوم تكون معي في الفردوس ولاحظ على الصليب لأن المسيح لم يمت إلا في اللحظة في التوقيت الإلهي المعين قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي ولما قال هذا أسلم الروح لأنه قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها حتى وهو على الصليب عم بعيره فيه اتفادة كل التعييرات على الصليب انزل خلص يعني خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه انزل فنؤمن بك حتى في هاي اللحظات كان ثابت وعارف أنه عم بتمم المشيئة الإلهية أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل لأختم حديثه موسيقى ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا ما زلنا في حديثنا عن شهادة المسيح لصلبه وعلى فكرة يعني إحنا بس مجرد عم منلمس فقط السطح مش عم ندخل في كل آية لنتعمق بأهميتها وتتميمها يعني شيء مزهل جداً ويعتبر إعجاز معجزة تتمت كل هذه الآيات حتى هو وعلى الصليب وضح الفكرة أنه جاء ليموت حتى بعد القيام في تلميذين يسمان تلميذي عمواس في لوقا 24 وسمعوا أن المسيح حتى قام وما استنوا يبحثوا في هذا الأمر وكان عابسين وجهم يعني مكتئب جداً بيتكلموا عن يسوع المسيح كان مقتدراً بالأقوال والأفعال ومعروف ولكن بيقولوا كنا نرجو أنه المزمع أن يفدي إسرائيل طبعاً ما استطاعوا يهضموا يستسيغوا فكرة أن المسيح وعظمة المسيح أن يموت على الصليب فلهذا السبب تركوا أرشاليم مسافة 11 كيلو متر لعمواس ولكن كل شخص باحث لا يتركه المسيح ظهر لهما يسوع المسيح وسألهم عن الموضوع وقالوا شو أنت وحدك متغرب مش عم تسمع الأخبار والدنيا قايم وقاعد شو اللي عملوه في يسوع الناصر وطبعاً الرب يسوع وبخن وقال يعني ابتدى يستخدم المكتوب من التوراة والكتب والأنبياء أنه ينبغي أن يتم المكتوب عن يسوع المسيح مش بس تلميذي عمواس بعد القيامة واحد من التلاميذ المسيح ظهر للتلاميذ في العلية واحد من التلاميذ اسمه تومة ما كانش موجود وطبعاً مش قابل يصدق شهادة التلاميذ أنه الرب ظهر لهم فقال هذه العبارة إن لم أضع يعني كان عاوز يحط إصبعه في جراحات المسيح فظهر المسيح في الأسبوع اللي بعده وقال له تعالية ما ضع إصبعك في جنبي ولا تكون غير مؤمن بل مؤمن ثم أطلق هذه العبارة قال ربي وإلهي لأنه رأى المسيح المقام وحتى ظهور المسيح للتلاميذ سواء في العلية أو على بحير الطبرية دائماً يثبت أن يلمسوا لأنه جسد يعني وأنه فعلاً اتصلب ورأوا أثار الجراح في جسد يسوع المسيح حتى في حديثه أنه سيرسل الروح المعزة الروح القدس لكن مش رح يتم إلا ما يموت ويقوم ويصعد إلى السماء ثم يرسل الروح القدس وطبعاً أيضاً اتكلم للتلاميذ عن الاضطهاد اللي رح يواجهوه من خلال إيمانهم بيسوع المسيح بكل ثقة وبكل أمان أيضاً خليني أخد مكالمة من زكريا من المغرب أهله سهل أخ زكريا سلام سلام نعمة المسيح معك أخ زكريا الله أحب أشكرك على برنامج ليكون نور فكان نور جداً دلام الإسلام البشرية كلها شكراً البرنامج اللي كنا هو برنامج أكاديمي يعني تعليمي تلمي وبخصص موضوع حلقة عن الصلب و يعني شهادة الكتاب المقدس عن صلب المسيح هناك عدة آيات عن صلب المسيح ولكن هناك قصة قصة مثل الكرم والكرامي الأسرار في إنسيل مرقص حيث في قصحات ناش من واحد إلى اثنى عاشر وابتدأ يقول لهم بأمثال إنسان غرس كرم حطوا بشي دياز وحفر حوضاً مع صغار والبنيو تم أرسل إلى الكرامي في الوقت السعي حبداً يأخذوا من الكرامي من تمر الكرم أخذوا وزلدوا وأرسل وفارغاً ثم أرسلوا لهم أيضاً عبد آخر رجموا ورسجعوا ثم أرسل أيضاً آخر قتلوا ثم أخيراً فزلدوا منهم بعضاً وقتلوا بعضاً فإذا كان له أيضاً ابن الوحيد حبي إليه أرسله أيضاً إليهم أخيراً قائلين إنهم يهابونه بإذنه لكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارد لما نقتلوه فيكون لنا الميراج أخذوا وقاتلوا وأخرجوا خارجهم بكل يعني هذه خلاصة خلاصة يعني إرسال فعلاً فعلاً يا أخ زكريا هي الخلاصة وأنت يعني فعلاً الآيات التي ذكرتها بتتكلم من أنه الله أرسل أنبياء أخيراً الكلمة المتجسد الرب يسوع وبرضو قاتله يسوع شكراً كتير يا أخ زكريا بسبب الوقت ولكن خلوني أحباء في الختام أقول شيء مهم أنه كيف تعامل المسيح والرسل مع الذين رفضوا الصليب قال يسوع لبطرس اذهب عني يا شيطان قال بولوس الرسول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة كورنتس الأولى صح الأول والآية 18 ثم قال نكرز بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة فالصليب عثرة ولليونانيين جهالة لكن برضو بولوس قال لأني لم أعزم أن أعرف شيئاً بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً ويا بولوس بيتكلم عن أصدقاء كانوا بيخدموا معاه في فليببي صح ثلاثة ولكن هؤلاء برضو بسبب يعني لسبب ما تركوا المسيح وسماهم بولوس وهم أعداء صليب المسيح فالسؤال في الختام هل تريد أن تكون عدوة للمسيح أم تريد أن تخلص بدم المسيح ليس بأحد غيره الخلاص أوعك نضحك عليك اقرأ فتش الكتب ستجد فيها حياة أبدية أحبائي الصليب نعم رمز عار ولكن أصبح افتخار بالنسبة للمسيحيين لأنه فيه تعبيرات كثيرة عالمين أن إنساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية مع المسيح صلبته فأحيل أنا بالمسيح يحيى فيه الذين هم للمسيح قد صلبوا الأهواء مع الشهوات وأما من جهة فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم بالنسبة لنا الصليب هو رمز افتخار لأنه موتنا عن الطبيعة القديمة أصبحنا خليقة جديدة وبإيماننا بيسوع المسيح وبفداء وخلاص الكامل اللي أكمل على الصليب بموته وقيامته صار إلنا تبرير وصار إلنا حياة أبدية الشيء اللي لم يستطع أن يفعل أي نبي ولا أي إنسان استطاع أن يصل إلى هذا الكمال ولكن شكرا للرب يسوع اللي أكمل عمل الفداء وأنا أدعوك اليوم ضع ثقتك في يسوع المسيح وبما فعله من أجلك آمن به مخلص وتبعا خطياك واقبله ربا ومخلصا لحياتك اشتركوا في القناة